هل تريد أن تتحرر؟ أهلا أحبائنا مشاهدينا أرحب بكم في شخص ربنا يسوع المسيح وبصلي من كل قلب أن هذه الحلقة تكون سبب بركة لحياتك اليوم في موضوعنا رح نلقي الضوء على موضوع الحرية وأقصد الحرية في المسيح وما يستطيع أن يفعل المسيح فواحدة من صفات ومواصفات يسوع المسيح هو المحرر الأعظم فأنا أدعوك اليوم أنك تختبر الحرية في يسوع المسيح وهذا طبعا شيء مهم لكل واحد مننا نحن عايشين في مجتمعات الكل يتكلم عن الحرية والكل ينادي بالحرية ويغني وينشد للحرية واشتياق الدول ولسيما المتخاصمة إلى الحرية والسلام والتآخي والفرح ونعوش يعيش الواحد بسعادة وبهناء وطمأنينة وهي مطالب عادلة مطالب لكل واحد من اللي بشاهدنا كل شخص بحب يتمتع بالحرية لكن ما هو مفهوم الحرية الكتابية المقصود الحرية في الكتاب المقدس وكيف نستطيع أن نطبق هذه الحرية على حياتنا وعندما يتحدث الكتاب المقدس عن الحرية شو عم بيقصد من خلال هذا الكلام موضوع كتير كتير مهم موضوع شيق أنا بدعوك اليوم أنك تشاهد هذه الحلقة ولسيما إذا في أشخاص اللي عم بيشاهدون مقيدون بأصفاض وأغلال وقيود العبودية هيدعو إليك اليوم أنك تشاهد هذه الحلقة لكي تتحرر وتحلق في سماء الحرية وتتمتع بحرية يسوع المسيح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير